بسم الله الرحمن الرحيم بحييكم من قناة زيت ربي كلبك القناة الأستاذ الفاضل المهندس والكابتن وليد يونس اليوم ان شاء الله هذا الفيديو رح اهدي للهوات والمربيين عامة ولقناة زيت ربي كلبك خاصة طيب اليوم اولا رح اشرح انه اعرفكم على الستة هانم بوجي بوجي من الكلاب العزيزة عندي واللي انا مربيها كلبة حنينة جدا ولطيفة جدا وتسمع الكلام وانا معلمها على اكثر من 17 امر او 20 امر كلبة جدا ذكية على مستوى عالي عاملة لونج هير وورك لاين مواصفات لا بس المهم الكلبة ولدت عندي يوم ستة ثلاثة الفين وعشرين بسم الله ما شاء الله ولدت عشر جراوي الحمد لله رب العالمين طيب ولدت عشر جراوي شنو السبب انه بقوة اثنين وانه انا يعني عامل فيها سبع البرنبة ومربي ومدرب ومعالج ومعرف معرف ايش المهم انه انا اول خمس ايام او ست ايام يعني انام باليوم ساعتين او ثلاثة براقب الجراوي ما مات ولا جرو وان شاء الله الفيديو الثاني راح نعرف الهوات والمشتركين انه جرو اول خمس دقائق لما ينزل من بطن امه شو بنعمله شو بنعمله وشو الحاجات اللي نساعد بيها الكلبة والجرو تمام طيب الحمدلله جابت عشر جراوي المشكلة انه تخصير بيه سبب سبب ارادي ولا ارادي تمام اللا ارادي انه انا فيه عندي مطبعة مطبعة المختار وفيه سكرة او غلق ومطبعة لسبب تجديد الاجازة طيب القراء وصار عمرهم تقريبا سبعة ايام ما مات عندي ولا قرب الحمدلله رب العالمي انا متابعهم اول باول ومتواجد معهم وبرضعهم وعامل احتياطاتي مية بالمية اللا ارادي انه انا خرجت للمعاملة تصل بي الجهات الامنية انه بكرة توجه على المحافظة نعمل الاجراءات ستتسلم اجازتك التجديد تبعها تمام طيب خرجت الساعة بسبعة الصباح وطلعت عن معاملة رجعت بالاربع العصر والله انا متعب وهلكان طلعت عن الحيوانة لقيت اربع جراوة ميتات هذا طبيعي السبب لانه دائما الجيرمن وخصوصا لونج هير يعني يفرق تربية او رضاعة الماليين عن الروت عن البيتبور عن الجيرمن لقيت اربعة ميتات لانه الكلبة لا ستسيطر على عشرة هذا طبيعي احنا كم ربين تجي عشرة انه خلص اذا تحصر على خمسة الحمد لله رب العالمين وخصوصا اللونج هير المستوى العالي طيب السبب الثاني طبعا ها ثاني يوم انه معاملة ما انجزت طلعت كمان ساعة بالسبعة رجعت تخريبا ساعة الاربعة ونص لقيت كمان اربعة ميتات حمد لله رب العالمين صرف اثنين اوكي لا اتبع 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 هذا اللي ارادي الارادي انه انا طمعت المفروض انه الكلبة قبل الولادة صر عملية حلاقة لانه بصوا الشعر طباحه طويل فجر ويتعب حتى يوصل لصدر امه يتعب جدا طبعا هاي الحد لان ذن الشقيات المفروض انه احلق احلق الشعر قبل ولاده بايام او قبل ولاده بيوم او بيومين حتى تجروا بسيطر عملية الرضاعة بس انا صراحة طمعت لانه تعافون ان تولونغ هير شي منظر لطيف يعني وانا متعود على هاي الكلبة لانه هي بقوف جمال جدا فاستخسرت سبحان الله فاتعاقبت على هذا الموضوع المهم نحمد الله ونشكره ان شاء الله الفيديو الثاني اقدم هدية لأخويا وحبيب الاستاذ وليد يونس بنعلمكم ان شاء الله المراحل الاول الجرومة ينزل من اول دقيقة لمدة عشر تيام ومن عشر تيام لمدة عشرين او خمسة وعشرين يوم ومن خمسة وعشرين يوم لمدة خمسة واربعين يوم اللي هي مدة التطعيم شو الغذاء تبعه وشو اللازم وشو ان يعني نعمله بالشكل الصحيح حتى يكون جرو دبدوب وكامل الصحة وما بي اي عيوب او مشاكل بحي مرة ثانية المشتركين تبع قناة الزيت ربي كلبك ونحمد الله ونشكره ان اتعرفنا على الكابتن والاستاذ وليد الاستاذ المحترم وان شاء الله كل المشتركين والهوات المحترمين احنا صراحة الهواية اللي احنا نحبها انه ما نتاجر بالارواح او انتاجر بس بدون غش يعني بالمعقول انه ننصح ننصح المربي او ننصح الزبون او ننصح الهاوي يعني بدون غش الكلب اذا بيه عيب مو عيب انه تقول للمقابل يا اخي يا محترم ترى الكلب واحدة اثنين ثلاثة او الكلب واحدة اثنين ثلاثة هذا الالك هذا العليا اهم شي اهم شي اهم شي انه تكون محترمين بالتعامل وتحياتي لكم